الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلهي خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك فلما أمته لم يطلب المغفرة من غير إلهي ما عرف قدرك من عصاك إلهي عجباً إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك وإلى النفوس كيف خضعت لسواك إلهي عجباً لقلب أنت شققته ولسان أنت أنطقته عجباً كيف أقر بالوحدانية لسواك إلهي مفرج قربتي بك أستجير فلا يجير سواك ويا مؤنسي في وحدتك عجباً إلى الخلائق كيف استأنست بسواك إلهي عجباً إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك وإلى الأنسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك يا من جيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطف الحوت ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لشريكنا وأن محمدًا عبدوه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر لنا بعنوان فقه الامتلاح وأذر الصدر وانتظار النص من الله لا غير قلنا هي سلسلة نسأل الله أن يعيننا على إتمامنا لأن كل موحد وكل مبتنى الآن في حاجة لأن يفقها حكمة الله في ابتلاء خلقه وأن يتعلم كيف يكون الأدب مع الله عز وجل لأن فقه لابتلاء غاب وأذب الصدر ضاع فأسألني أدب مع الله منخص ما قلته لك قبله من ترك الابتلاء أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله وأن استمرارية الابتلاء ليست تعني أنك على الباطل ابتلي يا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهل كان على الباطل؟ هل كان ربه غاضبا عليه؟ حشان وليس يمهال الله للظالم علامة أنه على الحق أمهل الله فرعون فهل كان فرعون على الحق؟ أمهل الله أصحاب المخدون قتلوا وحرقوا أبادوا فهل كانوا على الحق؟ لا والله ومن فرق الابتلاء لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا بل قد تقتضي حكمة الله تأجيله وطوبته إلى الآخر وذللت لك بأصحاب المخدون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنة متى؟ في الآية؟ لم تذكر الآية ولا الحديث عقوبة؟ دنيوي قتلوا أحرقوا أبادوا فلا يكونن جهور لما لم ينتقم الله لكم إن كنتم على حق؟ لما أمهل الله الظالم الذي قتل سمير لما أمهل الله الظلمة الذين قتلوا أعزوا الموحدين في مجة ولم تمل منهم يد العقوبة الربالية إلا بعد خمسة عشر عام هل كانوا على الحق؟ هل كان الظلمة على الحق؟ هل كان مشركوا مكة على الحق؟ هل كان المستبعفون في مكة من الموحدين مع زين المرسلين؟ هل كانوا على الباطل؟ لا والله هل كان يحيى ابن زكريا لتباقبية على الباطل؟ لا والله ولا يقولن جهور قتلون روك عن سجدا فأين أنت يا رب؟ قلت إجابته وهو القاهر فوق عبان وهو الحكيم الخبير كل خنقه مقهور له وقلت حكمته قد تفيض عنه قد يتأثر فهمها عنه قد تتأثر أحداث تخدمك الحكمة لحكمة ليزيد التمحيص لينجح من ينجح بالثبات وبقولة الحق وليرسل من يرسل ببيع الدين وبتخزيل الموحدين حكمة قد يؤجله الله قد يخفيها الله عز وجل قلت لك قلت لك مثال لظلم صارخ في فرعو أجل ابتناءاً لأهل الحق ليصفو قمة الخلق ولتخرج النخبة الموحدة المؤمنة معلية راية الحق وليزيد حمل الظالم في ظلمه وقلت لك إن فرعون قتل الأطفال واستبقى المساء وفراعين اليوم قتلوا المساء والرجال والأطفال وقلت إن فراعين الأمس كانوا فراعين على شعوبهم وعند أعدائهم أما فراعين اليوم ففراعين على شعوبهم فقط جرزان أمام أعدائهم تدهف حرنات بلادهم ولا يتحرك منهم ساك وفي قصة أصحاب مخدومت أخذنا خطبتين لنبين مدى شدة الابتلاف ومع ذلك ما أرى الله المظلومين شيئا في الدنيا فأين النصر؟ أين قول الله؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا قلت سبتوا ومن معاني النصر الزباد استشهدوا ومن معاني النصر الشهاد ثم قلت له ابتلي رسول الله بمثل ما نحن فيه في غزوة الخندق صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة تجمع كل فنول الشر على زيد المشر صلى الله عليه وسلم أشتاب المتفرقات جمعها بغض الإسلام قريش قطفان الأحابيش بني النضيب يضم إليهم مؤخرا بني قريزة عدوات نسية وعقائد بيعا وشعور دلس وسواب تضيع ما الذي جمع المشركين مع اليهود إن المشركين عند اليهود كفر لكن وضعوا أيديهم في أيدي بعض من أجل مصلحة اجتمعوا عليها وهي استئصار استئصار الإسلام استئصار الإسلام بل ما عن يهود دينهم وثابتهم ومعتقدهم لما سألهم المشركون نحن خيرا أم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عقيدة اليهود في توراتهم تقول إن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وخير خطه وقريش آل كفر وآل شيء باعوا الدين وقالوا هؤلاء أي المشركون أهدا من الذين آمنوا سبيل شركوا مكة أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلتتعجبتنا من دعاة دين يبيعون الدين مكة إلتقت المصايا فبيعت العقائب وهدمت السوابت من مصلحه كراهية الإسلام والرغبة العالمة في استقصاده من الذي جمع الأجداد المتفرقات بغض الإسلام من الذي حرك الكل من بزرة تجميعها للشر على سيد البشر يهود بل النظيم يهود يهود قلت وفي ذلك تنسع وانا كل شر يساق لأمة محمد فاتش عن يهود وصلبت أول زيارة كانت لليهود التاريخ يعين نفسي قلت يهود بن النظيم قال جهود فعلوا ما فعلوا لأن النبي بدأ بالاعتدام لما أجد يهود بن النظيم في العام الراضع من الهجمع بيوت هم يردون الاعتدام قلت أنت سيد الجهلاء وتسيء لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم تمثل قضية إعلام الصالم الغاشم المدلس يصنع من الضحية جاني ومن الجاني بطل المظلومة قلت أنت نظرت إلى رد الفعل وتعبيت عن الفعل نعم أجل النبي يهود بن النظيم في العام الراضع من الهجمع لماذا؟ لماذا؟ لأنهم حاولوا قتل رسول الله من هذا دي بلد؟ يهود بن النظيم قلت إلى رجلين خطأ فرحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بن النظيم بناء على المعاهدة التي بينهم وبينهم بالأعانة المتبادلة في مثل هذه الأمور أدية مئة جبل أمة اختوامها سلاسة ألاف مئة جبل مبلغ كبير بالنسبة لها رحل إلى بن النظيم يصبض منهم أن يُعينوه قالوا نفعل يا أبا القاسم فجلس أباك بكر وعمر فتآمروا وقالوا يصعد أحدكم ويلقي حجرا عليه فيقتله فأخبره الله وحفظه الله رحل إلى المدينة وترك أبا بكر وعمر دون أن يُخبرهما خوفا أن يتعصب ويشتبك مع اليهود وعلما منه أنهما سيستأخرانه في أرحلان خلفه وعلما منه أن اليهود لا يُرِدون أبا بكر ولا عمر إنما يُرِدون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم محمد بن مسلمة قائد شرطة المدينة ما عمله؟ قائد شرطة المدينة كان عندنا شرطة عندنا في الإسلام شرطة ودخلية وظيفتها حفظ الأمن والأمان وتوفير الأمن والأمان لا سلب الأمن من بني الإنسان قال أجلتكم عشرة من رأيته بعد ذلك ضربت عنقه بسيء حدث هذا ألقى الله الرعب في قلوبهم وهموا بالخروج فإذا بالطابور الخامس منافقه الداخل عبد الله بن أبي بن سلول يرسلهم لا تخرجوا أنا معكم أدافع عنكم سجل عليه القرآن كفرة وخياناته فقال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا إخوانهم في الكفر لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم لا يولون الأذباع أنا معكم إجمادوا أثبتوا ساعة الجد باع باع باعهم يقول الله لإن أخرجوا لا يخرجون معهم كذبين نصبين منفقين جبناء مدلسون ولإن قتلوا لا ينصرونه بيتحربوا مش يحربوا معهم ولإن نصروهم يعني لو حربوا معهم ليولون الأذباع ثم لا ينصروا لأنتم أشدوا رهبة في صدورهم من الله بيخافوا منكم أكثر ما بيخافوا من ربهم خوة القلوب من الإيمان باعوا والبيع على أشده الآن خرج الظالم الأكبر يبيع الظالم الأصغر الذي أخذ الأوامر ويقول ما ختلنا أحداً هناك فصيل كان معه سلاح غير مدر التاريخ يعيد نفسه ولا يحدث هذا إلا إحساساً منا بظلمنا يقول هذا صاحب هذا الكلام يشعر أنه ظالم يشعر أن المشنقة قريبة وأن نصر الله قادم وأن انتصاص الله ليه مظلوم على الأبوال بقدرة الله عز وجل التاريخ يعيد نفسه بل وإن تعجب بعدما حدث هذا في العام الرابع من الهجم ألبى يهود بني النظير البشر مجتمعين على البشير النظير في العام الخامس بني النظير إجلاؤهم سنة أربعة غزوة الخندق سنة خمسة بينهم سنة والحلم عشته سنة والحرب بلغت مداها بعد سنة من صاحب البزرة الأولى يهود بني النظير فكل شر يساق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتش عن اليهود سنة بين غزوة بني النظير وبين غزوة الخندق جمعوا الدنيا بأسرها من ألفها إلى يائها في محيط محمد بن عبد الله وأخذوا قرارا بحصاره في حرب استئصالية ونرى الرغبة في الاستئصال السياسي والأرض والواقع ترون هذا واقعا وأراد الله أن يفضح بعض نخبتهم فقال هذا في موقت ما كان يظن أنه على الهواء لكن خالق الأرض والسماء أراد أن يسمع دخيلة قلبه وخبيئة فكره لكل خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة قلت لك المخابرات الحربية الإسلامية أخبرت رسول الله أن جموع الضالين والمشركين على أبواب كان في مخابرات حربية يقودها طلح والزبير وعلي وظيفتها الإسيان بالأخبار في التوقيت المناسب وفي أسرع لحظة لا تلفيق التهم ولا صناعة الأخبار الكاذبة ولا صناعة رأي عام كاذب وظيفتها أن تخبر رسول الله بالحقائق في أسرع وقت في مثل هذه الأمور اللحظة تفرق فكان القرار من رسول الله أن يجمع المسلمين جميعا ويشاورهم فأخذ بمشورة سلمان الفارسي العبد المولى الحبشي الفارسي الأعجمي لا الحبشي لتعلم الدنيا أن الأمة كل فرد فيها له رأي وله صوت يسمع لا نسمع للنخبة فقط إنما أنت مسلم عندك رأي يفيد الإسلام لزاما على الحاكم أن يسمع لك وإن رأى الخير في كلامك طبق كلامك سلمان الفارسي عبد مولى أعجمي ليس سيدا ولا عربيا ولا شريفا كراشيا ولا نسيبا مدنيا إنما هو مسلم له في الإسلام حق أخذ بمشورته بدأوا حفر الخندق البادئ الأول رسول الله معضلات جوع أعظم الناس جوعا رسول الله بركات معجزات قيام ليل مع دعب دعب في نهار أخذ بالأسباب مع تعلق بخالق الأسباب وتبلغ الأزمة مداها لما يخون بل قريس أربع فصائل قريش، غطفان، الأحبيش، بل النظيم المدينة بين جبلي حرتين، من الشرق، من الغرب، في أمان من الشمال طريق مكة إليه هي دي المشكلة فهنحفر الخندق من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب طب من الجنوب نخل ويهود بني قريسة أما يهود بني قريسة فعلى العهد خلاص، يبقى في مأمل من شدة الأمان من الجنوب وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم النساء والزراعي رحل قائد بني النظير حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرزي سيد بني قريزة فما زال يفتل له في الزروة والغارب حتى أقنعه بالخيانة فخان وبع برضو المخابرات جابت الخبر للنبي في التو واللحظة صلى الله عليه وسلم فأرسل يستبيل الخبر أرسل السعدي وقال لهم إن رأيتموهم خانوا إلحنوا لي لحنوا فتلشكد بالمفتشر حتى لا تفتوا في عضب المسلمين وجدوا الخيانة أخبروا النبي عضل والقارة خانوا مثل خيانة عضل والقارة الذين قتل القراء فقال النبي الله أكبر يعني خلاص إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنون هنالك بتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد بس لا تتوصيف قمة البلاغ والإعجاز للأسفل أعظم محنة مروا برسول الله يزيد منها وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرد ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا المخزلون من الداخل أسوأ وأترا على الأم من أعداء الخارج خانة الخانة في الداخل أضر علينا من أعداء الخارج وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستأزين فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عور وما هي بعور أن يردون إلا فرار ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها استأزينك بس يا رسول الله أصل بيتي مكشور على الجبهة راح أحرصه وما هي بعور كداد يردون إلا فرار ولو طلب له الكفر لكفر لو قال لطفر بعدينك هيبيع ده كلام مين كلام الله في من؟ في المنافقين المنافقون دول البطاقة بتاعتهم بتقول إيه؟ عبد الله بن أباية بن سلول الدنيا كلها تعرف إنه إيه؟ كم من بطاقة تخبر بإسلام صاحبها وأقواله وأفعاله أضر عن الإسلام من أعداء الإسلام أعزنا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم النبي يقول الله أكبر بعدما بلغت الأزمة مداها في إشارة صارخة إلى أن ظلم البشر إذا بلغ مداه تدخل الإله شوف بقى العظم اليهود غدر وأول ما يغدروا هيغدروا بالنساء والأطفال وما فيش حراسة يرسلون رجل يتحسس الأمر روح كده حوالين المعسكر بتاع النساء والأطفال شوف أسباب ربك شوف الأسباب التي يسوقها ربك بسيطة جدا تترك أثرا عظيما جدا شوف بقى في حراسة لا إذا كما فيش حراسة هنخل ونضيع ونبيع ستين صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ترى اليهودية يدور حول معسكر النساء والأطفال فتأخذ طنب الخيمة عمود الخيمة الكبير وتضربه على رأسه فتقتله فيرحل الرجل بلا عودة ويعلم اليهود بقتله فيقذف الله الرعب في قلوب اليهود ويقلون الحراسة شديدة حول النساء والأطفال نصر الله الموحدين بعمل أك امرأة هناك نساء سابتات أفضل من كثيرين من الرجال فيه ولا مفيش فيه؟ في نساء تلقى ضرب النار وسبتة وجوزة أول واحد يجري يضا أحمد هتسبني ولا إيه؟ ما سمعاش أصلاً ده بقى في أول الشهر هناك نساء سابتات أكثر من كثيرين من الرجال نسأل الله الثباتة للكل هذه الأسباب البسيطة امرأة تفكر تقتل يهودياً الرسالة تروح لليهود إيه؟ لا 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 ده فيه جيش كبير وحرصة كبير رجل تقتل وتنتهي المعركة كما أخبرنا بفضل الله ويرحل النبي بعد ذلك إلى بني القريس ويأتي نصر الله الذي يمهد لفتح عظيم ودخلنا بعد ذلك إلى صلش الحديدين وأطلنا النفس وسنطيل للمرة الثالث لما صلح الحديدية نطيل معه؟ لأن كل من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمات الرعاع يستشف بصلح الحديدية كل الخوانة كل المتنازلين يترخصون ويبيعون الدين ويبيعون ثوابت الدين ويتنازلون فإن حدسته يقول لك تنازل رسول الله في صلح الحديدين نقول هذا سوء أدب منكم مع رسول الله وإن أحسن الظن بكم نقول أنتم جهلاء يعني لما جاء رد على حضرتك قمة حسن الظن أن أقول عليك إيه؟ جاهل قالوا كيف؟ ألم يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازل صريحاً في بابين لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمر ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم فجمحاها علي وكتب باسمك اللهم مش ده تنازل نقول يا من رافقتم الجهل آماداً طوالا باسمك اللهم ماذا تعني؟ باسمك يا الله سمى باسم من؟ بدأ باسم من؟ بسم الله وباسم الله الرحمن الرحيم ماذا تعني؟ نفس المعنى ده بدأ باسم الله؟ وده بدأ باسم الله بس ده أضافة اسمين من اسماء الله اللهم ايه؟ الرحمن الرحيم متى يكون النبي قد تنازل إن بدأ باسم غير اسم من؟ إذا قال باسم الله باسم العزة إنما المعنى ايه؟ واحد تنازل النبي عن جملة لجملة أخرى تؤدي نفس المعنى يبقى تنازل عن جملة مش عن ثواب مش عن دين تنازل عن جملة لجملة أخرى تؤدي أضحى تؤدي نفس المعنى قال لك طب التنية أوضح مش قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله قريشاً فقال ما نؤمن بك رسوله اكتب محمد بن عبد الله أهو تنازل عن الرسالة هذا من سوقات رفقة الجهل أماداً طوالاً لأنكم جهلاء لغة دا إن أحسننا الظن أما إن أسأنا الظن نقول لي أنكم مرضى قلب أعزن الله وإياكم النبي قال لي سيدنا علي أمحوها يا علي سيدنا علي قال له لا أنا أمسح كلمة رسول الله طب ليه ما رفضش في الأولى اصحى سيدنا علي رفض في الثاني ليه ما رفضش في الأولى لأنه عارف إن المفاوض اللي قدامه غبي وعارف إن دي تؤدي نفس معنى دي طب ليه رفض في الثانية حباً لرسول الله وغيظاً من إساءة المفاوض في الأدب بس أنا قلت لك قبل كده النبي كان ليه رغبة شديدة في إتمام الصحة لهدف عالمي لهدف إيه؟ يخص عالمية الدعوة هدف النبي عنده باب شر كبير عدو كبير يقلقه يقض مطجعه يعرقل دعوته يريد أن يحيده ويغلق بابه ليتفرغ لعالمية الدعوة وتم له ما أراد ففي العام السابع رسل رسول الله الملوك والعمراء وأخذت الأرض بأسرها خبراً بوجود سيدي خلقها صلى الله عليه وسلم دراسة الكسرة وهراق والنجاشي والمقاوقس وحاكم بصرة انطلقت الدعوة الإسلامية إلى مرحلة العالمين عرفت لي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان مصراً على إثمان صرح عذابي قال لك النبي قال اكتب محمد بن عبد الله ومحوها يا علي قال له لا أين هي يا علي علم النبي بمكانها فمحاها بيده الشريف صلى الله عليه وسلم وقال اكتب محمد بن عبد الله تنازل عن الرسالة لا هو قال انا مش رسول الله الدليل ان انت مش فاهم او الرد للنبي قال ايه انا رسول الله وان كذبتموني ده متنازل ولا بيؤكد بيقول له انا رسول الله وان كذبتموني هم قال ايه اللي عملوا النبي صلى الله عليه وسلم احفظ هذه الجملة ذكر الاسم مجردا لا يعني التنازل عن الوصف او الوظيفة انا مين الدكتور محمود شعبان بتصل بالتليفون مين معايا محمود شعبان انا كده مش دكتور اوه كنت بتبيع بطاطا قدام الكلية وصعبت عليهم ادوك الدكتوراه قالوا قالوا فلان معهوش دكتوراه وفلان معهوش وفلان مش خدريج ازر وفلان وفلان وعلان في تدليس اعمى على اناس ماتت منهم القلوب انا لما اقولك في التليفون محمود شعبان او بدق الماب بقول محمود شعبان انا كده بقول انا مش دكتور بالعكس ده ادب علمنيه رسول الله لما تكلموا انا الدكتور محمود قال لك بطلت انا كبقى وكبري بقى بطلوا كبري بقى تعبت من عباد الله فلما اقول محمود شعبان معانا انا مش دكتور لما تيجي تكتب اسمك كده بتقول انا فلان الفلان اللوى والعميد ولا بتكتب اسمك فاي حاجة فيها بيانات بتكتب ايه اسمك طب لما تقول فلان بتتنازل عن وصفك لا بتتنازل عن وظيفتك لا ذكر الاسم مجردا لا يعني التنازل عن الوصف او الوظيف ده كلام ده الرسول الله مشيخنا في اعدادي وسلم واكدوه في جامعة بس هناك من لم يجلس تحت اقدام الاشياخ لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي لا تأخذ العلم من صحفي ما تتعلمش على ايد واحد شيخ الكتاب لازم يكون لي شيخ ارى عليه علمه وجهه فهمه حذره من زلاتي طلبة العلم افهمه الفهم الصحيح وانا القرآن من مصحفي اللي حافظ من المصحف القرآن اللي يجب يأخذ على يدي شيخ بس انا مولانا ان شاء الله اخري الجامعة كويس وبقرأ في المصحف كويس وباسمع الشيخ في الشريط او في السيدي وبقرأ ارى كلام جميل انت سمعت صح طب ارد صح طب ارد غلط مين اللي يعرف انت سمعت صح طب ارد غلط مين اللي يعرفك ان انت ارد غلط الشيخ طب ما فيش شيخ يبقى لو غلط مش هتعرف ان انت يبقى لازم شيخ تحفظ هذه علم ذكر الاسم مجردا لا يعني التنازل عن الوصف او الوظيفة محمد ابن عبد الله تساوي رسول الله تساوي خير خلق الله تساوي خاتب انبياء الله صلى الله عليه وسلم وليس في اي جملة منها تنازل عن النبوة او الرسالة يبقى هذا ردنا على من قال وباع وضيع وضاع ووضع يده في ظلمة الرعاع ثم يستشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم صلح عذابية لو مقدمات ذكرتها قبله مفاوضات كثيرة مشهد استرجعه لدرسه العظيم عروا ابن مسعود الثقافي يقول للنبي كلاما سيئا أرأيت يا ابن عبد الله رجلا استأصل قومه جمعت أوباشا حولك خلقا بهم أن يفروا ويدعوك ده فاكر يعني الناس اللي حوالك دول شو هذا يعني أنا شايف كده أن ساعة الجد هي إيه؟ يسيبوك ويجروا ده بيتكلم عن مين؟ عن الصحابة الكلمة ديته غزمين فقام أبو بكر وقال أمصص مظر الله ألحن نفر وندع رسول الله؟ كلمة سيئة شديدة بس في موطن الانتصاف من ظالم متعدد الشاهد بقى قال عروة من هذا؟ قالوا عبد الله بن أبي خحاب قال والله احفظ الجملة دي لولا يدن جميلة يعني لولا يدن لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها لولا أن أنت مطوّق رئابتي بجميلة كنت ردت عليه مشركين عندهم قيم عندهم إيه؟ كافرة مشركين تسعدهم أدم في خلق في قيمة يقولون أنت مطوّق رئابتي بجميلة لولا الجميلة اللي أنت مطوّق رئابتي بها دي كنت إيه؟ آه ده درس ليك؟ لن تسعوا الناس بكراسيكم ولا أموالكم ولا أصواتكم العالية ولا مظاهراتكم إنما ستسعون الناس بأخلاقكم تقدر تتعلم من أبي بكر؟ سابق جميله سابق إنعامه وإحسانه حفظه من عدوه نقدر كمسلمين رافضين للظلم والظالمين نعطي الناس أعظم صورة للإسلاميين بأخلاقنا؟ إرهاب أريه حسن الجوار أريه صلة الرحل أريه الإعانة للملهوف أريه تفريج كرب الموحد وريه أريه حق الجار وريه أريه البسمة التي أمرك بها رسول الله وتبسمك في وجه أخيك؟ أخرج مكبرة مسبحة مستغفرة كما قلت قبله أريد مليونية المستغفرين المسبحين المكبرين الساجدين الصائمين المقنين في رب العالمين لا تخرج منك كلمة سيئة كلمة واحدة طلع لله ولا لفلان ولا العلان لله قول الله أكبر جرب وأخرج ولا تترك التكبير والله الله أكبر تزلزل وأروش الظلم جرب موقنا في الله أخرج لا يلهج لسانك إلا بالتكبير أو الاستغفار أو التسبيح أو التهليل فقط لا تقولي يسقط ولا ولا خلص ما قلت لك باعوا سوابته اللي كان يقولي يسقط يسقط وضع يده في يد من كان يطالبه سقوطه اتفقت المصالح المصلحة عدوة الإسلاميين لا تقل هذا الكلام قاله مدلسون من قبل قل الله أكبر قل سبحان الله قل لا إله إلا الله فقط وأنت في طريقي أرى الناس البشرى في وجهك من أساء قابل إساءته بإحسان وباسع في جنود غيبت منهم العقود وحشيت بنقيض الواقع دول إلهبيين دول صهينا دول أعداء الوطن لما يلاقيك بتصلي بتقول سبحان الله بتقول الله أكبر بتقول لا إله إلا الله بتبتسم في وجهه تقول له أنت مسلم مثلي عربي مصري مثلي دمك علي حرام ودم عليك حرام ويرى البشرى والبسمة في وجهك إيه اللي يجرى؟ ده يشتغل عقله يعمل ويفكر ويدرك ببساطة عقله وببقايا فطرته أنه حشي بالخطأ وأن الصواب نقيض ما قيل له قالوا وبها أختي معضل فيها قمة التنازل لا إجابة لك في صحيح ديبي إيه؟ لكن البنوت كم فيها بند جائر من أتاك من رجل فأعده ومن أتانه لن نعينه قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه تعلّل به سهيل بن عمر لإتمام الصلح والنبي يعلم أن فرج الله قريب لهؤلاء ويريد أن يتم الصلحة لأنه يعلم أن الفتحة عقيب الصلح وأن الله سيجعل صلح الحديبية سبباً في فتح مك بدليل أن سورة الفتح إن فتحنا لك فتحاً مبينة نزلت في عودة النبي من الحديبين النبي يريد إتمام الصلح بأي وسيلة في بند عاوزه إيه هو؟ وضع الحرب بيننا وبينك عشرة سنة بحس ده أهم بند النبي يريده ليه؟ باب شر مستطير باب شر كبير يغلقه البشير النذير ليتفرغ لعالمية دعوته وقد كان له صلى الله عليه وسلم ما أراد هذه المعنى طب المعنى ده غب عن سيدنا عمر أه لأنه مش نبي مش إيه؟ مش نبي راح لسيدنا أبي بكر يا أبا بكر ألا اسمع على الحق؟ قال بلى أليس على الباطل؟ قال بلى أليس هو رسول الله؟ قال بلى قال فليما نعطي الذنية في ديننا؟ ليه نتنازل؟ متغاز أوه سيدنا عمر من البندي لهو؟ اللي يجي لك؟ ترجعه واللي يجي لنا؟ مش هنرجعه طب اللي يجي لنا مش هنرجعه ماشي ماشي محدش من عندنا هيروح له المؤمنون سابتون لا يرتدوا أحداً سقططاً لدين إنما لو واحد منهم مفروا جيه أسل نسيهوا ده اللي مزعل سيدنا عمر فقال يا عمر هو رسول الله إلزم غرزه يا عمر والزم غرزك يا عمر يعرف حد؟ أنت تابع لرسول الله هم رسول الله امشوا أراه غضب عمر ورحل لرسول الله يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى أليس على الباطل؟ قال بلى أليس قتلانا في الجنة؟ قال بلى أليس كتلاهم في النار؟ قال بلى ألس رسول الله حقاً وصدقاً؟ قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه؟ ليه؟ إيه سر الغضب الشديد ده؟ المشهد ده؟ بتاع الجور في البنود انضاف له مشهد مرئي بالصوت والصور بصوت والصور بنود العقد تكتب؟ وإذا بأبي جند الابن سهيل بن عم يرسف في أغلال الشرك في مكة فيخرج بأغلاله من مكة إلى المدينة مهاجر ويلقي بنفسه أمام رسول الله واحد مربوط بالحديد قرق بالحديد بتاعه من مكة للمدينة 450 كيلو على رجله وصل لرسول الله بعد معاناة طويلة صلى الله عليه وسلم خلاص أيقن النجاح خلاص ربنا نجال المشهد روح تلمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فأمسك به والده سهيل بن عم وقال وهذا أول ما أقاضيك عليه يا ابن عبد الله قال لم نبرم الكتابة بعد؟ قال له لا فارد أغل هبه لي لا عشان نكمل صلح العديبية ونضع الحرب بيننا وبينك عشرة سنين؟ أو الشرط إيه؟ أخذ ابني معي وانشي يبكي أبو جندل بعد رحلة معاناة طويلة أخذت أياماً في أغلاله يسافر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أما ويوقن في النجاح فإذا برسول الله يعيده إلى بيئة الشرك وبيئة التعذيب للموحدين فيقول باكية مستصرخاً كل المسلمين يا معشر المسلمين أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نتجعل الله وتأكل الضرغات قلوب المسلمين شعوراً بالظلم وأتخيل كل مسلم نفسه في مكانه أتسيبوني أظلموا هكذا وأعادوا للشرك والكفر وأعادوا لأهل الكفر ينالون مني ويعزبونني وليربما فتنالوني عن ديني اه اشتدة البلاد المادة مكتوبة في بنود العقل نظري قدر الله أن يراه الصحابة عمل ها اللي هيجلنا أنا برجعه لما يجي حده يتألمني أنا تألم له نظري إنما أراد الله أن تبدو الأمور واضحة لتبدو الحمية الإسلامية للأخوة المظلومة الضائعة المنهوبة فيقولهم أبو جندل مخاطبا رسول الله والمسلمين يستفز إيمانهم يستفز قلوبهم يحرك أواصر الأخوة في قلوبهم مستنكرا متعجبا يا معشر المسلمين أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات مضيئات توزن بالذهب الخالص لمن فقها وفهم يا أبو جندل أصبر يا كل مظلوم يا كل مكهور يا من قتل أبوه يا من قتلت أمه يا من قتل أخوه يا من فقد آلده يا من قتل أبناؤها بين عينها يا من قتل آلده في يده ولم يستطع الدفاع عنه اسمع رسول الله يا أبو جندل يا كل مظلوم اصبر واحتزم اصبر واحتزم إن الله وليس غير الله لا يعني قلبك إلا بالله ولا تسأل إلا الله إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا يا أبو جندل إن الله جاعل لك إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا يا أبو جندل إن الله جاعلوا لك وليم ذلك فرجا ومخرجا لاحظ أن الجملة بدأت بإن المؤكدة يؤكد رسول الله لمظلوم غابت عنه الحكمة العاجلة مظلوم غابت عنه الحكمة الآجلة ونظر لواقعة عاجلة إن الله يؤكد والإسناد إلى الله لأن مفرج الكرب هو الله لأن مزين الهم هو الله لأن المنتقم من الظالمين هو الله لأن المنتقف للمظلومين هو الله إن الله جاعل لك ولي أمثالك ده في مشكلة ده الجملة دي فيها مشكلة تأكل قلوب الصحابة ده النبي بيقول ولي أمثالك يعني إيه؟ يعني فيه تاني؟ فيه ظلم تاني؟ فيه ناس هتظلم تاني؟ يعني هذا المشهد سيتكرر؟ يعني اثبتوا يا أصحاب القلوب إن الله جاعل لك ولأمثاله يعني ليك أمثال؟ ليك؟ هيجينا ازاي اكتاني؟ هيكلوا لبنا بمكاهم؟ يخرجنا من هذا كله اليقين بالله إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا إن عاهدنا القوم عهدها ولا نريد أن ننقض عهدنا معه كيف يأتي فرج الله؟ في هذه الظروف الحالكة في الظلمات المتتابعة ظلمات بعضها فوق بعض ظلم جيش وظلم شرطة وظلم قضاء ونيابة وإعلام وشعب مغير ظلمات متراكبة من لهذا الظلام يزيله سوى الله؟ لا والله لا أحد سوى الله كيف يأتي فرج الله سريعا؟ تعجبه ليس من سرعة فرج الله وإنما من العزة التي ساق الله بها الفرج نكمل العزة كيف أسرعت للموحدين بعد جلسة الاستراحة الحمد لله وكفا صلاة وسلاما على عباده الذي نصفه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وغليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعده فقد نال هذا المشهد من قلوب الصحابة بكت القلوب ولما تبكي الأعين أكلت القلوب أكلا تضاعف المصاب أمام العيل لما رأت المشهد واقعا يدلك على ذلك فعل عمر يدلك على ذلك فعل عمر أخذ عمر سيفه وأمسك به وسار بجوار أبي جندل أبو جندل عن يمينه عمر وعن يساره أبوه قام عمر لأبي جندل وقال له اصبر يا أخي واحتسر وهو يقرب حمالة السيف من يده ناقص يحطوله السفن في قدير سيدنا عمر بقول ليه اصبر يا أخي واحتسر إنما هم المشركون اللي جنبك ده إيه أبوك ده إيه مشرك وإنما داموا أحدهم داموا كلب لا يساوي عند الله شيئا سيدنا عمر بيهون على سيدنا أبي جندل قل له اللي جنبك ده كلب ما يساويه يعني لو خطفت السفن من إيده وموته كلبه راح يعني ما تبقى يقوله أقرب حمالة السيف من يده يتمنى عمر أن يأخذ السيف ويقتل أباه ويقول يا رسول الله اختطف السيف من يده سيدنا عمر بيهون عليه من قتل أبيه يسبر واحتسر إنما هم المشركون اللي على شمالك ده إيه مشرك وإنما داموا أحدهم داموا كلب لا يساوي عند الله شيئا يعني لو قتلته كلبه راح ونقص يحط السفن قيل سيدنا أبي جندل يقوله لكن الرجل ظن بأبيه على القدل أبي يدلك على قمة الغزب تعمين سيدنا عمر نفسه يعمل إيه في سوائل يموته طب جبان لا يتأدب مع رسول الله يتأدب مع رسول الله أدب المقود مع القائل أدب التابع مع المتبوع أدب التلميذ مع شيخه أدب الصحابي مع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وخد أبو جندل أخذه أبوه سهيل بن عام وقلوب المسلمين تتقرح كمذا ويأتي فرج الله سريعا مع تفصيلات نريدها في لقاء آخر لكني أريد أن أختم بهذا المشهد العزيز مرت أيام وأسلم أبو بصير وفر من مكة إلى المدينة فأرسلت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفاق بتاعنا بيقول إيه ليجيلك ترجع لهم خلاص أرسلوا من يأخذه فأرسلت مكة رجلين بسلاحهم ليأخذ أبا بصير تفضل إداهم النبي سيدنا أبو بصير خدوا لتنين ماشيين من المدينة راحين فين؟ مكة في الطريق تعم براحت تحت شجرة ساحت نخلة واحد نام تنصاحي ماسك سيفه فسيدنا أبو بصير بيقول لي بيقول له كيف حاله سيفك معك؟ السيد بتاعك ده عامل إيه؟ واحد بيسأل واحد عن سلاح أخبار السلاح بتاعك حلو قال لا جربت به وجربت لا يعجبك آه ويعني ده سيف ممتاز جد قال له أريني؟ يعني تفرجني عليه يعني؟ قال له تفضل خد فأخذ أبو بصير سيف الرجل وقاتله قد استفمنه بزكاء بحكمة بدهاء وقتله اللي نايم قام من نومه وجد رقبة صاحبه قد طارت فطار من الخوف بيجر على فين بقى؟ على مكة ولا على المدينة؟ على رسول الله كفر بس يعلمون أنه رسول الله وأنه أرحم وأعدل وأوفى عهد الله وأوفى خلق الله بعهد الله يا رسول الله يا ابن عبد الله قتل صاحبي وإنه قاتل قتل صاحبي وإيتي النبي شافه ممعيد قال هذا رأى زعر ده جاي مبزوع طبعاً هو يزبق سيدنا أبو بصير لأن جريت الخوف أسرع جري جه سيدنا أبو بصير بعده بيقول له يا رسول الله لقد وفيت وعدك وأرسلتني إليه ولكن الله نجاني منه يعني بقول له بالبلد أنت عملت اللي عليك وأنا إيه؟ بزكائي وبدهائي أنا نجوت هم قالوا لك بعته وأنت إيه؟ بعتني معلكش حاجة كده بقى؟ سيبني بقى فقال النبي كلمة علم منها أبو بصير أن رسول الله سيعيده قال ويل أمه مسعر حرب لو يجد أحداً يعني أبو بصير هيدخلنا في حرب وأعنا في حرب مع المشركين وإذا مش وقت سمع الكلمة دي عرف أن النبي هي إيه؟ هي رجاه خدها من أصيرها زي ما بيقولوا أخذ بنفسه ورحل وجلس في مكان يسمى سيف البحر على طريق مكة إلى الشاب أبو جندل عرف أن أبو بصير قاعد في سيف البحر رحله بقوا كم؟ اتنين من المظالم راح كل مسلم أسلام يريد أن يرحل لرسول الله يعلم أن رسول الله سيعيده يرحل إلى من؟ إلى أبي جندل وأبي بصير بقوا إيه؟ مجموعة المجموعة دي أعدى فين؟ في طريق مكة للشاب ومكة عايش على التجارة لإيلة في قريش إيلة فيهم رحلات الشتائي والصيد طب هيكلوا منين؟ كل تجارة لمكة انقضوا عليها قطعوا طريقة تجارة مكة إلى الشاب مين اللي مش عارف يعيش؟ مين اللي المعاهدة؟ جابت له شر إحنا ولهم ولو اتفقنا اللي يجيلك ما ترجعوش كانوا دول قعدوا فين؟ مع النبي أنت لما بلتاكت وقلت لأ اللي يجيلك ترجعوه فما رحوش للنبي رحلوا قعدوا في سيف البعض مش لأيين يأكلوا وانت اللي ظلمهم كل ما بتعدد جارتك يأخذون التجارة مين؟ قطعوا طريقة تجارة يبقى البند الذي رآه الصحابة ظالما شرره ارتد على مين؟ صحي؟ على مين؟ على المشركين شوف بقى العز شوف الكرامة أطلبوا الأمور بعزلة نفس لا تزلوا لخلق الله فإن الأمور تجري عند الله بمقادير الذي سيزيل الظالمة هو الله والذي سيجعله مسلاتاً وعبرة لكل الظالمة هو الله لا غير الله اسمع خلاص التجارة بتاعت مكة ايه؟ اتقطعت طريقها قطع جاعت مكة ضاعت مكة شوف العزة والكرامة مكة ترسل رسول الله وتقول العحمة ترسل للنبي رسالة يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحمة لله عشان الأربة اللي بيننا مش احنا قريب؟ ايه؟ بقنا قريب مش احنا كلنا عرب ومسلمين ومصريين وموحدين هتسمع ده والله عم قريب ستسمع الظالمة يستجدي قاضياً مسلماً موحداً أن يخافف الحكومة دعاً ان شاء الله يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحمة لله عشان الأربة اللي بيننا يا رجل لله من أتاك من رجل فلا تعج يا رجل يروح شوف العزة شوف الكرامة شوف بقى قول النبي إن الله فجاعل لك ولأمثالك فرجاً ومخرجاً كان حد من الصحابة يتخيل أن الفرج والمخرج يجي بالعزة دي من اللي بيطلب من مين؟ من اللي بيتحيل على مين؟ مك الظالم في هذا البنت أنشدناك الله والرحمة من أتاك من رجل فلا تعد فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى المسلمين آمنين مطمئنين هانئين بجوار سيد المرسلين كذلك رب العالمين يسوق نصره للمظلومين ويفرج كربه عن المكروبين لأنه رب العالمين لأنه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويزل فيه آل معصيته ويعمل فيه بكتابه وسنة نبيه نسأل الله أن يسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويذل فيه آل الجبروت على خلقه رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطالة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا رب فرش كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومهلي رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم رب لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا لا رب لنا سواك فندعوه ولا إله لنا سواك فنرجوه وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك لا تردنا خائبين ولا خزايا ولا محرومين فرش كرب المكروبين سددين عن المدينين اجت مرضانا ومرضى المسلمين رد إلينا الغائبين فك أسر المأسورين اجعل أسرهم في ميزان حسناتهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاة والحصان أجمعين اللهم إنت تفتن على عبادك فنة تكتب لنا شهادة في سبيلك تكتب لنا شهادة في سبيلك تكتب لنا شهادة في سبيلك وإن أبقيتنا لقولة حق أو لرفع دراية دين إن أبقيتنا لقولة حق أو لرفع دراية دين تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واختب لنا الثبات على الحق نحن وكل الموحدين من الخلق يا رب اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والنميلاد الأحياء منهم والأموات إنك سميع طريق مجيب الدعوات إن أعجبك الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر